السلام عليكم المتسبعين العزاز ديولين تمنى تكونوا في احسن احوال اليوم اشتلكم شقق اخر ما كان في الاصلاحات مع لكم الا تبعوا لفيديو من الاول حتى الاخر باش تعرفوا جميع المعلومات غدي نخلي لكم الرقم ديال صاحب الشقق تواصلوا معاه مباشرة والله يصر الامور للجميع كما كتشوفوا معاية انتواجدوا في شهر 10 مارس شقق ما شاء الله اخر ما كان في الاصلاحات وحتى الموقع ره جد مناسب جميع المرافق متوفرين كل شي كين حدك شقق جداد الناس اللي كيقولي يا نوال جيب لنا شقق جداد مازال جداد هات الشقق هادو تحت طلب ديالكم عدنا اليوم عرض الوحد الشقق ما شاء الله شقق جد ممتازة اصلاحات اخر ما كان في الاصلاحات الشقق شوكية عند هاجو جواجي هاتشميسة على طول نهار على لون تخيك اللي لقاو صالون تبارك الله ما شاء الله صالون كبير تبارك الله متراج كبير وتسمع نراه مناسب انا غادي انتكر معاكم المعلومات كاملين معلكم الا تواصلوا مع صاحب الشقق والله يسهل على الجميع شكرا المتسبعين اللي اوفياء العزاز ديالي اللي دائما كيدعموني ويقولوا كلام طيفي حقي كنتمنى يا رب دائما نكون عند حسن حسن ضن ديالكم مرحبا بالناس اللي تخلو جداد ومرحبا بالجالية المغربية ديالنا كيما كتشوفوا معايا القبس ما شاء الله بالنسبة للسراجم الالكتريك بالنسبة للطو كيلي سبوت في الضو سباغة ديال الخيل شقق فيها صالون سيجوخ جوش الغرف لا كويزين وفيها جوش حمامات بالنسبة للشميسة رح على طول نهار بيحكم انه عندهم جوش واجيهات رح مازال متوفرين عنده شقق للبيع مازال متوفرين اللي بغى شي حاجة مرحبا بالنسبة للعود رح من نوعية ممتازة معلكم اللي تتبعوا لفيديو من الاول حتى الاخر شكرا للناس اللي كي دعموني وكي شجعوني شكرا لكم شكرا لأمهات الحبابات اللي خليكم دائما تاج فوق روصنا اللي دائما كتشجعوني لا يخطيكم علينا الحياة بلبيكم ما ما كتسواء والو شكرا لكم والله يخليكم لنا دائما يا رب كما كتشوفوا معايا هذا الصالون تبارك الله ما شاء الله الصالون كبير فصلت هازوينة ما ضايع فيها تشي حاجة في الفصالة بالنسبة للمطراج فيها 84 متر تمان ديالها راه مناسب أنا غادي نتكر معكم التمان والمعلومات كاملين أي واحد مهتم مرحبا معلكم إلا تواصلوا معاه مباشرة وجوشوفوا الشقاق وراه مازالكين عندوا حتى شقاق في بلايس خرين راه إن شاء الله غادي نشاركهم معاكم مازالكين عندوا بقع في حد السوالم الناس المهتمين بيبقع في حد السوالم حتى هما غادي نشاركهم معاكم إن شاء الله كما كتشوفوا معايا هذي الغرفة الثانية تبارك الله ما شاء الله فصلت هزوينا الفصالة بالنسبة للفصالة ما ما ضايع فيهم حتى شي حاجة في الفصالة القبض في الضو بالنسبة للشقاق اللي مازال متوفرين عندوا غادي نشاركهم معاكم إن شاء الله بالنسبة للعرض للشقة اللي عندنا اليوم تتواجد في الترواز يامي طاج جوز سكاليكينين في الطاج سكاليكينين ناس يتسولوا على سكان قليل رهستات سكاليكينين الشقة شوكية شمسة يعني ره النهار كامل تضل فيها الشمس بحكم أن عندها جوز واجهات شقة ديالنا فيها صالون جوز البيوت لا كوزين بالنسبة لا كوزيرة فيها البالكو لا كوزين كما تشوفوا معايا ما شاء الله كان لدينا البالكو في الكوزين بالنسبة للفصالة ره ما شاء الله ما ضيع فيها حتى شي حاجة في الفصالة تتواجد في شارع عشر مارس قرب مرجان جت قريبة من جميع المرافق كل شي كينحداك وكل شي متوفر كنتمنى يا رب دائما نكون عند حسن الضن ديالكم ونكون نفيدكم ولو بشي حاجة بسيطة حتى انتم ما بدوركم إلي عجبكم المحتوى ما تنسونيش من تشجيعات ديالكم من الكلام الطيب لدائما كتقولوا في حقي الله يجزيكم بخير والله حتى كم منويت في خطركم يا رب كما كتشوفوا معايا فصالت بالنسبة المطراج فيها 3 فيها 4 و 30 عفوا فيها 34 مدخ الثمن ديالها هو 57 مليون مع لكم إلا التواصل مع صاحب الشقق هو غادي يقول لكم التفاصيل يعني يحتكم التفاصيل ديال الشقق اللي مازال متوفرين عنده بالنسبة لها تشقة هادي تتواجد قرب شارع 10 مارس جات على الشارع ديال ترام قرب لها جميع المرافق يعني متوفرين را كل شي كين حدا جميع مواصلة متوفرين جات قرب مرجان ديال الهراويين فاللي مهتم بهد الشقة هادي مرحبا وراه مازال كين عنده شقق متوفرين اللي بغا شي حاجة مرحبا مازال كين عنده واناسي وكين عنده بلاي صخرين ان شاء الله غادي نذكر هم معاكم فالناس مهتم مرحبا معلكم الا تواصلوا معا بالنسبة لها الغرفة حتى هي رفي هال بالك وغادي نعود معكم المعلومات بخصوص هات الشقة هادي بالنسبة لها تتواجد في تتواجد في الدار البيضاء شارع عشر مارس قرب مرجال لهراوين جات قريبة من جميع المرافق كل شي متوفر جميع المواصلة متوفرين بالنسبة للمدراج فيها 84 متخ تتواجد في الترواز يميطاج شوك عندها جوج واجهات جو السكال اللي كين في الطاج بالنسبة للصحركين سطحت وتبارك الله را كبير ما شاء الله الشقة فيها سيجوغ فيها صالون جوش البيوت لا كويزين فيها جوش بالكونات وفيها جوش حمامات والثمن ديالها هو 57 مليون فالناس اللي مهتمين غد نخلي لكم الرقم ديال صاحب الشقاق مع لكم إلا التواصلوا معه والله يسر الأمور الجميع يا رب والله يسهل على الجميع الناس اللي بغني عرضوا عدنا الشقاق ديالهم مرحبا والف مرحبا مع لكم إلا التواصلوا معنا عبر الرقم اللي غد نخلي لكم أسفل الفيديو ره ما زال كين عدنا شقاق إن شاء الله غد نشاركهم معاكم والناس اللي ديج حطين عدنا العقار ديالكم را كيكون الناس قبل منكم داك شاء الله كامل غد نحط الشقاق ديالكم وغد نشاركهم مع المتتبعين العزاز الأوفياء ديالي فالله يصير الأمور الجميع يا رب والله يسهل على الجميع كانوا هده هما المعلومات ديال هد الشقة هدي بالنسبة للعود رهم النوعية ممتازة فالمزيد من المعلومات مع لكم إلا تواصلوا مع صاحب الشقاق مباشرة واجي وشوفوا الشقاق وشوفوا الموقع في أنت يتواجدوا الشقاق وره ما زال كين عندوا شقاق في أناسي بالنسبة للشقاق اللي كانوا عندنا في البرنونسي رح تقريبا تباعوا كاملين ما زال كين عندنا جو الشقاق في البرنونسي اللي ما زال متوفرين بالنسبة لسيدي مومن إقامة نور سيتي تباعوا ثلاثة الشقاق وما زال كين عندنا بخم يا غيط جره ما زال متوفرة بالنسبة للشقاق لسي تواجد في حي النهضة سيدي مومن تباعز بالنسبة للشقاق لسي تواجدوا عندنا في شارع محمد زفزاف تباعوا الناس المهتمين بأنا سي ما زال كين عندنا شقاق في أنا اللي بغا شي حاجة مرحبة كان هذا هو الفيديو اليوم نتمنى نكون عند حسن الظن ديالكم ونكون نفيد ولو بشي حاجة بسيطة إلى اللقاء إلى فيديو قادم إن شاء الله نتمنى نلقاكم في أحسن الأحوال يا رب